شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والله صلي على محمد وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إحدى الواجبات العينية على كل مكلف فريضة التقوى نحن ربما يخطر ببالنا أن هذه الفريضة مفروضة على أئمة الجماعة فقط إمام الجماعة يجب أن يكون متقيا والشاهد يجب أن يكون متقيا ومرجع التقليد يجب أن يكون متقيا ولكن هذا التصور لا نصيب له من الواقع هذه الفريضة فريضة التقوى واجبة 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 عينية على كل مؤمن ومؤمنة يعني كل واحد مننا يجب أن يكون بحيث يصلح أن يكون إماما للجماعة الرجل يكون إماماً للجماعة يجب أن تكون فيه هذه الصلاحية والمرأة أيضاً تكون فيها هذه الصلاحية أن تكون إماماً للجماعة للنساء وفي واقع الآمر يمكن لنا أن نقول إن كلمة التقوى تمثل عنواناً إجمالياً ينطوي في داخل هذا العنوان جميع الواجبات العينية الواجبات العينية في الدين هذه كلها تنطوي تحت كلمة واحدة وهي كلمة التقوى ما هو الطريق إلى التقوى؟ هناك عوامل كثيرة ولكننا نكتفي في هذه العجالة بثلاثة عوامل هذه العوامل عوامل مساعدة على حصول صفة التقوى العامل الأول اللا يعيش الفرد أجواء المحرمات أجواء المحرمات ما هي؟ أجواء المحرمات يعني أصدقاء السوء مثلاً واحد لا يقول أنا محصاً عندنا في الحديث الشريف من حامى حول الحمى أو شك أن يقع فيه إذا أكو هناك تيار كهربائي مجرد أنتوا بإحتياط كامل وضعتم يدكم قرب هذا التيار أو السلك الكهربائي هذه تمثل مغامرة يمكن في المرة الأولى في المرة الثانية واحد لا يصاب ولكن فجأة يصعقه التيار الكهربائي العامل الأول أن لا يعيش الفرد أجواء المحرمات العامل الثاني أن لا يفكر الفرد في المحرمات مجرد تفكير الله تعالى يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان التفكير في المحرم خطوة نحو المحرم هناك مثل يقول قل لي ماذا تفكر أقول لك من أنت حقيقة الفرد تكشفها أفكاره إحنا يمكن في كثير من الأحيان لا نعرف ذواتنا من أنا ربما لا أعرف ولكن حقيقة الفرد كامنة في أفكاره ماذا يفكر من الصباح إلى الليل هناك حديث على ما أتذكر عن المسيح صلوات الله عليه يقول إن أخي موسى أمركم ألا تفعلوا المحرمات وأنا أقول لكم لا تفكروا في المحرمات لأنه التفكير في الحرام حتى إذا لم يحرق البيت عندكم بيت الحرام مثل نار تحرق هذه البيت ولكن التفكير في الحرام مثل دخان يفسد هذا البيت فالعامل الثاني ألا يفكر الفرد في المحرمات العامل الثالث ولعله يبدو عاملاً عجيباً عند البعض أن يبتعد الفرد عن تصور المحرمات تصور المحرمات خطوة نحو الحرام لعلكم قرأتم أو بعضكم في المنطق علماء الدين درسوا لعله ضمن بحوثهم أن العمل يتقوم بمقومات لا بد أن توجد هذه المقومات حتى يتحقق العمل في الخارج العامل الأول التصور التصور يعني حصول صورة الشيء في الذهن انطباع العامل الثاني التصديق بالفائدة العامل الثالث العازم العامل الرابع الجازم أو بالعكس ثم بعد هذه العوامل تأتي حركة العضلات نحو المطلوب تتحرك فأول عامل من عوامل الحركة التصور التصور قضية خطيرة ربما واحد يقول إن التصور عملية غير اختيارية هذا الكلام مو صحيح لأن التصور عملية اختيارية باختيارية مقدماتها ما هي هذه المقدمات؟ أحيانا واحد الحرام لا يتصوره أنا أجيب لكم مثال لتقريب الفكرة يقولون العلماء أن الطفل هذا مذكور في علم التربية وغيره أن الطفل لا يتصوره هناك شيئا يقال له الكذب مو أنه ما يفكر في الكذب التفكير مرحلة متقدمة واحد يفكر أنا أكذب لا ما يتصور هذه الصورة يعني لا يرى أن هناك في الخارج شيء مغاير للخارج انطباع الذهن أنه لا توجد إلا الواقعية العينية الخارجية هذا الطفل في مراحلة الأولى تصور الحرام ما يجي في ذهنه تصور الكذب ولكن على أثر سلوك الوالدين أو أصدقاء السوء أو ما أشبه ذلك يتصور الكذب أنه يمكن يكذب هذا التصور خطوة نحو الكذب هذه المرأة اللي عاشت في أجواء الفضائيات الهابطة صور الحرام موجودة في ذهنه طرق الحرام موجودة في ذهنه اللي طالع المجلات البعيدة الجرائد البعيدة تقعد ويبنات أو النساء يتكلمون بكلمات غير متزنة هذه الذهن مملوء بصور الحرام ولكن المرأة المؤمنة غافلة غافلة يعني شنو؟ لعل معناه أنه لا تعلم أن هذا طريق للحرام وأن هذه صورة للحرام أكو في أحاديثنا أنه قوم من الأقوام لا أذكرهم الآن فوق المنبر لم تكن تخطر في بالهم كمجرد تصور صورة من صور الحرام الشيطان جاء الشيطان الأكبر يعني إبليس جاء إليهم وألقى في أذهانهم هذه الصورة اللي ما كانت تخطر على بالهم ولذلك في الواقع الإبتعاد عن الفضائيات الهابطة والمجلات الهابطة والكتب الهابطة والصديقات والأصدقاء الهابطين هذه قضية مهمة جداً في قضية التقوى أن يبتعد المؤمن عن أجواء الحرام أولاً وأن لا يفكر في الحرام ثانياً وأن لا بقدر الإمكان أن لا تكون في ذهنه صور الحرام ثالثاً ننتقل باختصار إلى موضوع آخر وهذا الموضوع الآخر إن شاء الله أنتم لاحظوا هذه القضية العلماء الأعلام قاعدة املاحظيها بدقة ولكن أنتم في الأدعية التي تقرؤونها لاحظوا هذه القضية الانطباع عن الأدعية عامة غالباً كثيراً أنها تحاول أن تلقي في الروع الداعي وفي قلب الداعي أن إرادة الله تعالى إرادة مطلقة إرادة غير مقيدة نحن الأفراد العاديين تحكمنا المعادلات الطبيعية تحكمنا أنظمة العلية والمعلولية في عالم الطبيعة الأدعية كثير منها يريد أن يبين لنا يؤكد في وجداننا أن إرادة الله سبحانه وتعالى إرادة خر وأن إرادته لا تتقيد بهذه العوامل الطبيعية المجعولة أبداً هذه قضية مهمة وأثرها النفس في المؤمن مهم جداً نحن عندما في سجن الطبيعة في سجن المعادلات الطبيعية واحد عنده مشكلة عندما يلاحظ هذه الإطارات الأطر الطبيعية يشوف أمل ماكو وإذا فقد الفرد أمله ففي الواقع فقد كل شيء قضية الأمل جداً قضية مهمة نظام العلية والمعلولية يفقدنا الأمل الطبيب يقول ماكو أمل المجتمع يقول ماكو أمل التجارب الخارجية تقول ماكو أمل ولكن الأدعية تقول إن هناك أملاً وهذا الأمل وهذا الأمل بتلك الإرادة الربانية التي لا يقيدها شيء أبداً لاحظوا مثلاً أكو دعاء هذا الدعاء من أدعية الصحيفة السجادية ومذكور أيضاً في مفاتيح الجنان الإمام السجاد صلى الله عليه يبدأ دعاء جداً دعاء لطيف يبدأ هذا الدعاء مخاطباً الله تعالى يا من تحل به عقد المكاره لعل معنى عقد عقد شايفين أحياناً الخيط بعض يلتف حول البعض الآخر ولا يمكن حله ولكن الله تعالى يا من تحل به عقد المكاره ويفثأ به حد الشدائد ويلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب الصعاب صعب علينا ولكنها أمام الإرادة الإلهية ذليلة وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمره ما يحتاج إلى كلمة كن بمجرد الإرادة الإلهية ينتهي كل شيء ويتحقق كل شيء في دعاء السمات اللي الوالد رحمه الله تبعاً للأحاديث الكثيرة كان يؤكد على قراءة هذا الدعاء في عاصر الجمعة اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعزل أجل الأكرم دعاء ليلة عرفة من الأدعية اللطيفة اللهم يا شاهدة كل نجوة ومنتهى كل شكوى مشحون بهذه المعارف دعاء الإمام الحسين صلى الله عليه في يوم عرفة يا مقيض الركب ليوسف في البلد القفر ومخرجه من الجب وجاعله بعد العبودية ملكاً هذه الأدعية كلها تريد أن تبين لنا أن الإرادة الإلهية فوق كل شيء نحن يجب علينا أن تكون لنا حالة الأمال أهل البيت صلوات الله عليهم إرادتهم من إرادة الله سبحانه وتعالى في زيارة الإمام الحسين صلوات الله عليه المعتبر التي هي من أصحل زيارات سنداً أن الإمام يقول في هذه الزيارة إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم فنحن عندما نذهب إليهم عندما تذهبون إلى كريمة أهل البيت في قوم عندما تذهبون إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه في مشهد واحد بهذه الروحية يجب أن يذهب إليهم المحدث القمي صاحب مفاتيح الجنان رحمة الله عليه يذكر هذه القضية يقول أن السيد نعمة الله الجزائري رحمة الله عليه هذا كان فقير ما كان عندما صباح اللي يقرأ تحت ضوء المصباح فكان يطالع تحت ضوء القمر فضعفت عينه ولكنه أخذ شيئاً من تربة أهل البيت صلوات الله عليه ومسح بهذه التربة عينه فقويت عينه ببركة هذه التربة ثم المحقق القمي المحدث القمي رحمة الله عليه يقول وهذا الحقير يعني يقصد نفسه كلما ضعف بصري أتبرك بتراب مراقد الأئمة صلوات الله عليه وأحياناً بمس كتابة الأحاديث أحاديث أهل البيت هذه فيها بركة هذه فيها تأثير وبحمد الله فإن عيني في غاية القوة وأملي أن تقر عيني ببركتهم في الدنيا والآخرة ابن المحدث القمي ينقل هذه القضية يقول في يوم من الأيام أبي يعني صاحب مفاتيح الجنان قام من النوم وعينه تؤلم بشدة ولم يستطع في ذلك اليوم المطالعة والكتابة وكان جداً متألة ولسان حالة يقول لعل أهل البيت صلوات الله عليهم طردوني من خدمتهم لأن أنا أكتب أحاديثهم رواياتهم أدعيتهم يقول أنا خرجت وأبي في هذه الحالة يقول بعد أن عدت إلى البيت رأيت أبي جالساً يكتب بوضع طبيعي فقلت له يا أبه هل خف ما بك من الألم قال كلا وإنما زال بالمر قلت له وماذا فعلت قال أنا ذهبت وتوضعت وجلست باتجاه القبلة وأخذت كتاب الكافي للكلين اللي يحتوي على أحاديث أهل البيت فكيف إذا ذهبتم إلى مراقدهم تمسحتم بأضرحتهم الوحيد البهبهاني العالم الكبير الشهير عندما كان يدخل إلى حرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه في النجف كان أكو مكان يسموه كشوانية يعني مكان خلع الأحذية كان يقبل عتبة ذلك المكان ويمسح وجهه ولحيته بذلك المكان تبركا بهذا المكان الطاهر أنتم إن شاء الله حاولوا أن تأخذوا من كريمة أهل البيت ومن الإمام الرضا صلوات الله عليه جميع ما تؤملون وفوق ما تؤملون من الحاجات الشخصية والاجتماعية والعامة والخاصة وفي مقدمة هذه الحاجات حسن العاقبة وتعجيل الفرج للمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم برأفتهم ورحمتهم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر